الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى هذا الهدى محمد وعلى آيه طيبنا الطهرين أما بعد فوقفتي إن شاء الله تعالى اليوم عن موضوع خطير أشكل على الكثيرين وهو موضوع المشيء موضوع المشيء التي ذكرت في كثير من الآيات مثلا قال سبحانه وتعالى عن المشركين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يعني هم يدعون بأن شركهم هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وطبعا هذا الحق بمشيئة من إذن؟ هي بمشيئة الله طبعا لا يحدث في الكون أي شيء إلا بمشيئة الله هل تريدون أن تجعلوا مع الله آلهة أخرى؟ يشاء هو ويشاء غيره؟ إذا الله عز وجل أعطى للعبد مشيئة فليس معنى ذلك أن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله وكأن العبد يشاء ما يريد فيحدث له ما يريد ويكون الله عز وجل لا يريد هذا فتتحقق مشيئة العبد ولا تتحقق مشيئة الله هذا طبعا لا من يقول بهذا؟ الله تعالى يشاء هذه القاعدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة الله هي المهيمنة وليست مشيئة غيره من يقول بأن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله؟ لا يمكن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله لكن كيف؟ طيب كيف نفهم هذه المشيئة إذن؟ حتى يستبين لنا بأن الإنسان فعلا حر في اخذياره كيف؟ الله عز وجل من مشيئته التي أخبرنا عنها أن من جهز أجهزة أجهزة الاستقبال عنده من القلب والعين والبصر يعني والسمع من جهزها ليبصر النور ليرى النور هذا الإنسان الله عز وجل سيهديه إلى النور يشرح صدره للإسلام مشيئته اقتضت هذا وهذا عدل لأن الإنسان هو العبد اختار طريق الهداية فالله تعالى لابد أن يتم له مراده وهذا عدل هذه معادلة صحيحة وليس فيها ظن كما قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا ستكون النتيجة؟ مشيئة الله فسنيسره هذه مشيئة الله فسنيسره لليسرى هذه معادلة هذه المشيئة مشيئة ربانية العبد لا يخالفها العبد يقوم بالبدايات ثم نهاية المعادلة تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى فلا يكون العبد شاء شيئا غير ما أراده الله ثم بالعكس في المقابل إذا العبد أغلق منافذ الاستقبال عنده كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالطرشا هؤلاء أغلقوا منافذ الاستقبال للهدى فهؤلاء ماذا سيكون حالهم؟ كيف ستكون مشيئة الله؟ هل يتصور أحد بأن تكون مشيئة الله سبحانه وتعالى كمشيئته في الأولى بأن يهديهم؟ كيف؟ ستكون معاملة بحسب بحسب الواقع هم من اختاروا الضلال وإذا سمعوا للحق أعرضوا عنه وإذا أبصروا نور الحق أعرضوا عنه استبانت لهم الحجة فأعرضوا عنها قال تعالى وجحدوا بها أي بالآيات واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ما بإبلوا الحق هؤلاء المعادلة تكون بأن الله عز وجل سيضلهم لأنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق وهو أيضا سبحانه وتعالى قد بينا بالمقابل مقابل الفريق الأول الذي قال فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسروا لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة هذه معادلة وليس فيها ظلم بل إن الله عز وجل في كثير من مواضع القرآن هناك إغراءات قال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إغراء والإنسان يعرض عنه إغراءات قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم إغراء يعرض الإنسان عنه هذا العبد إلى متى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إغراء ليرجعوا إلى الحق لكن لا زال الأعراض عن الحق توبوا ففروا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إغراء حتى يتقبل الله عز وجل قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله تعالى ما يفعل بعذابكم الله تعالى يريد أن يحسن إليكم يريد أن يرفع منزلتكم يريد أن يدخلكم جنة ولكن أنتم لا تريدون فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين طيب إذن إذا فهمنا مشيئة الله عز وجل على هذه الطريقة يتضح لنا بأن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله وليس هناك أي ظن فيا أخي اختر اختر طريق الهدى يهدك الله تعالى وابتعد عن سبل الضلال حتى لا يضلق الله تعالى بحسب مشيئته والله عز وجل يحب لنا الهدى ويرضاه لنا وأرسل رسله مبشرين ومنذرين كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أسأل الله لي ولكم الهداية والنفع وأن نفهم كلام الله تعالى حق الفهم والحمد لله رب العالمين